لا تكاد هذه المطاحن تعمل حتى تتوقف ما يلقي بالضرر على المواد الغذائية التي تصل إلى آلاف لطنان منها 51 ألف طن من مادة القمح بحسب بيانات حكومية الخميس الماضي تعرضت مطاحن البحر الأحمر لقصف مدفعي وهو ما جعل مسؤولين حكوميين يتهمون ميليشيا الحوثي بتعمد استهداف المطاحن بهدف إيقافها عن العمل وهو ما حدث بالفعل حيث أوقف برنامج الغذاء العالمي عملية طحن القمح التابع له الحكومة اعتبرت القصف المدفعي على مطاحن البحر الأحمر جزء من سلسلة خروقات ميليشيا الحوثي لاتفاقات السكهلم وتصعيد ميداني ضد خطة البعثة الأممية الخاصة بوقف إطلاق النار وفق وزير الإعلام معمر الإيرياني فإن التصعيد الحوثي يأتي في ظل نشر نقاط المراقبة المشتركة في الحديدة وبعد أيام من اجتماع لجنة التنسيق على ظهر السفينة الأممية لماذا تفعل ميليشيا الحوث ذلك؟ تقول الحكومة بأنها تتنصل من كل التزاماتها تجاه الاتفاقات الدولية وتتهرب من تعهداتها بتسهيل مرور الإغاثات الإنسانية لكن الهدف النهائي من كل ما تفعله الميليشيا تقويض جهود تنفيذ اتفاق السويد إلا أن السؤال القديم الجديد لماذا تتفرج الأمم المتحدة؟ ولا تتخذ موقفا واضحا من خروقات الحوثي؟ سؤال لن نجد له إجابة واضحة طالما ظلت الحكومة المعترف بها دوليا ليست صاحبة القرار الفعلي المباشر على أرض الحرب أو سفينة السلام ترجمة نانسي قنقر